أما هلأ نيرمين خلينا نحكي عن المرأة السورية التي أثبتت نفسها بكثير من مجالات الحياة وتركت بصمة خاصة ومميزة فيها فهي كانت الأم والمعلمة والطبيبة المناضلة والمكافحة والناجحة بإدارة أسرتها والأجدر يا نيرمين أن تكون أيضا باستنع القرار والشأن العام صحيح هادي واليوم سنحكي أكثر ونضوي على هذه النقاط التي ذكرتها وأيضا على أهمية تقوية القدرات وتمثيل المرأة بمختلف المجالس والمناصب هذه التفاصيل كلها اليوم سنحكي مع ضيفتنا الدكتورة سوزان يمني وهي ناشطة بالشأن العام يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك بالبداية خلينا نحكي أن المرأة السورية كانت رمز للقوة شغلت العديد من المهام والمناصب والمسؤوليات التي قدرت تثبت حالة بهذا المجال خلينا نحكي بشكل عام عن أهمية مشاركة المرأة بالشأن العام المرأة بشكل عام هي نصف المجتمع مشاركة المرأة في الشأن العام هو أمر جدا مهم على صعيد الوطن على صعيد على كل الأصعيد فأهمية مشاركتها هي لا تقلع أهمية عن أي مشاركة أخرى لكن تحديدا مشاركة المرأة هو مطلب وإحتياج على صعيد المجتمع ومن الأزل هو يطالب بتمثيل المرأة بشكل أكبر بالشأن العام لتولي مناصب قيادية أو لتولي مناصب مسؤولية والتي تكون بأماكن صنع القرار كثير مهم لأنه بينعكس على المجتمع بجميع الجوانب مشاركة المرأة اليوم لا يعني فقط مشاركتها بالقرار السياسي هو أيضا مشاركتها في كل محاور أو في كل أماكن المجتمع لأنه فعليا بينعكس بشكل إيجابي لأنه مشاركة المرأة على جانب الاقتصادي وعلى جانب السياحي وعلى جانب السياسي وفي قطع التعليم والقطعات الخدمية هو فعليا عم يرفع صويت المجتمع وعم ينعكس بشكل إيجابي لأنه عم يرسخ مشاركة الطرف الآخر أو خليلا نحكي الأطراف بشكل عام دكتورة نحن يعني مثل ما ذكرت حضرتك أنه من زمان اليوم نحن نحكي من زمان بسوريا المرأة موجودة بمجتمعات العمل من مختلف مجالات العمل وميادينة ونتيجة الوضع الاقتصادي وظروف المعيشية شفناها عم تشتغل بميهن معينة ولكن نحن نحكي بالشأن العام يعني نحكي نوعا ما بمراكز اتخاذ القرار إذا فينا نقول أو المناصب وهي وصلت بمراحل معينة لهذه المناصب ولكن اليوم بعضنا مثل ما ذكرتي منطالب أنه لتمثيل المرأة أكتر هل نحن نطالب بتمثيل أكبر ولا تفعيل أكتر دورها وشو ممكن نعكس هذا على الواقع على أرض الواقع يعني وجود المرأة أكتر بشأن العام أو بمراكز اتخاذ القرار بشأن العام شو ممكن نعكس على أرض الواقع نحن اليوم أكيد بجمهورية العربية السورية عم نحكي عن دور المرأة فاعل لكن نحن ما زال خجول يعني ما زال نحن نطمع أكتر نطمح أنه نشوف تمثيل المرأة بشكل أكبر نشوف النساء وثيقات بأنه يكونوا بهاي يلعبوا هاي الأدوار ويكونوا بهاي الأماكن ونحن نطمح أكتر أنه يكون في ثقة من قبل المواطن بالامرأة لتتخذ القرار أو لتكون في مكان مسؤول اليوم نحن ما زالنا أكيد منشجع أكتر النساء على أنه يحسنوا قدراتهم التمثيلية أنه هن يكونوا قادرات ومتمكنات وصانعات للقرار يكون عندهم إلمام أكتر بالقوانين ويكونوا فاعلات أكتر المشاكل هي فعليا اللي تعوق دون مشاركة المرأة أو بالأصح يعني تعيق مشاركة المرأة هي أنه ما زال لسه في عنا أعراف أو خلينا نقول عادات وتقاليد ومفاهيم تنتقل من جيل إلى آخر بسبب التنشئة السياسية لليافعين اللي هي بيتخذوا فيها أو بيكتسبوا فيها معتقداتهم اللي هي تنتقل من المفاهيم لحتى نقدر ننهض بدور المرأة أكتر أكيد أعتقد اليوم موضوع الوصاية على المرأة سواء قانونيا أو مجتمعيا هو اللي عم يحب من هاي النظرة المجتمعية للمرأة أنه هي ما أنا كتير قادرة تكون أو تشارك بموقع مسؤول باتخاذ قرارات بالشأن العام هلأ الوصاية على المرأة خلينا نحكي نحن ممكن فتنة أكثر على الشق القانوني لكن فعليا هو كمفهوم مجتمعي نحن بحاجة لنغيره أكتر لأن يعني فيه خلافات إذا بدنا نفوت بالشق القانوني هو نوعا ما بعيد قانوني ومجتمعي تماما بس الفكرة أكثر نحن بحاجة لترسيخ مفهوم أن نحن نثق بالمرأة لتكون بتمثل بشكل حقيقي انعكاس هذا الأمر على المجتمع هو جدا إيجابي وعالي لأن اليوم إذا نص المجتمع هو مشارك في صنع القرار وهو موجود على الساحة السياسية هو فعليا عم بحسن وضع الاقتصادي وعم بحسن نصف المجتمع فبالتالي الوضع بشكل عام يكون فيه مسار إيجابي ومسار تصاعدي خلينا نحكي أكثر عن أهمية إشراك المرأة السورية بانتخابات مجالس الإدارة المحلية قدش هذا اليوم الموضوع كتير مهم لا تكون هي يعني عضو فعال بالمجتمع وقادرة على صنع القرار جدا مهم جدا مهم أن نحن نوعي النساء بقديش مهم هنا يدلوا بالأصوات قديش مهم أن يشاركوا بالعملية الانتخابية ومهم أن يقوموا بالترشح للمجالس المحلية اليوم مثل ما ذكرت المفروض نحن نحسن القدرات التمثيلية نمكن النساء أكثر ليكونوا قادرات على أن يمثلوا شريحة مجتمعية ويكونوا قادرين للدفاع ولطرح قضايا نسائية أو قضايا اجتماعية في الرأي العام وفي القرار السياسي يعني لربط بين المشاكل الاجتماعية أو القضايا النسائية أو القضايا المجتمعية بشكل عام والقرار السياسي أو القرار في أشأن العام دكتورة كيف اليوم فينا نرسخ فكرة قبول المرأة بهذه المناصب بالمجتمع؟ فينا نشجع المرأة أكثر على المشاركة ونحاول أن نوعي الأشخاص بشكل عام الأفراد بالمجتمع بأهمية مشاركة المرأة ومدى إيجابية مشاركة المرأة وعدم تعارض مشاركة المرأة مع أي ممارسات شائعة أنها قد تكون سلبية أو أن المرأة قد تنخرط في أجواء سياسية أو أن المرأة قد تخرج عن الأعراف فعليا لا لازم نحن نوعي أكثر بأن المرأة عندما تمثل المجتمع وتمثل الشريحة النسائية النصوية هي فعليا بتحسن من وضع المجتمع بشكل عام وهي لا تتعارض مع أي شيء آخر ونمكن النساء بشكل أكبر ليكونوا قادرات على خوض الانتخابات والعملية السياسية بشكل عام أو عملية الشأن العام بكل محاورة إن كانت نحكي عن نشاط مؤسساتي أم على نشاط السياسي بحث ذكرت حضرتك عن تمكين المرأة ودعمها يوم نحن خلينا نحكي أكثر عن قدرات التمثيل للمرأة بالشأن العام إلمام المرأة بالقوانين قدرة المرأة على الخطابة قدرة المرأة على انتقاء المصطلحات الصحيحة إعلاميا إلمامها بالقوانين المحلية والدولية واليوم نحن نحكي عن جميع الجوانب الخاصة بمشاركة المرأة أو الخاصة بشخصية المرأة القادرة على أنه هي تمثل مجتمع أو على أنه هي تتولى منصب سياسي أو مكان صنع قرار فبالتالي أنا المفروض أني نمي مهاراتها وقدراتها ومن المفروض أني أنا أدعم ونور الفكر وإدعم القدرات الموجودة وحاول أني أسقل هالمهارات لحتى تكون هي بالمكان الصح قادرة على أنه هي تشارك بصمع القرار وتمثل النساء وتمثل المجتمع بشكل عام من اليوم برأيك دكتورة هي أهم المؤسسات أو الجهات يلي لازم تبدأ بهذا المشروع إذا نحن نحكي عن هو موجود ولكن مثل ما ذكرت حضرتك خجول يعني فيه جمعيات بتدعم تمكين النساء فيه جهود فردية عم تكون عم تهتم بهذا الموضوع نحن اليوم كأنه نحكي عن مشروع كتير كبير اليوم على مستوى سوريا كله لازم يكون من أين لازم نبدأ؟ من الجهات المسؤولة برأيك؟ برأيي كل المجتمع مسؤول بجميع مؤسساته لأنه نحن نحكي عن قضية المرأة ونحكي عن نصف المجتمع فبالتالي المجتمع كله معني بكل مؤسساته لازم يكون فيه جهود متكاتفة جهود مبذولة في ذات المسار لتمكين المرأة بشكل أكبر اليوم للأسف الغالب أغلب الجمعيات والمؤسسات عم تتوجه لتمكين المرأة اقتصاديا فقط فنحن عم نتوجه لدعم المشاريع الصغيرة والمتنهيد الصغر بينما نحن عم نغفل موضوع الشأن العام وتمكين قدرات النساء الفاعلات اللي هنه فاعلات وناشطات وراغبات في أنه يقوموا بأدوار في الشأن العام لكن هنه يعني هنه بينقصن فقط تسقل المهارات والدعم أكثر وعيناية أكثر وتمكين أكثر فنحن بعتقد لازم نتوجه لهذا الجانب في عدة برامج تم تنفيذها في السنة الماضية وتم دعمها من قبل وزارات متعددة لتمكين المرأة لمشاركة في الشأن العام وكان جدا برامج إيجابية نعكست بشكل إيجابي جدا أن كانت فرصة للسيدات بأن المتوجهات للمشاركة في الشأن العام لأنه يلاقوا مكان يعتني بقدراتهم ويمكنهم أكثر ليكونوا جاهزين للمشاركة بهذه العملية إن كانوا حينجحوا فيها أو لا مجرد المشاركة في العملية الانتخابية والترشح لتولي منصف في الشأن العام أو مكان صنع قرار هو بحد ذاته شيء إيجابي جدا للسيدات يعني هون ما عم نحكي عن ممكن إجراءات اللي ممكن تتخذها الدولة لأعطاء المرأة فرص العمل بإن كان بإدارة المشاريع الخاصة أو المحلي أدى مهم هذا اليوم؟ نحن مهم عنا يترسخ أكثر تكافؤ الفرص يعني تكافؤ الفرص الجندري أو خيريا نحكي بين الجنسين نحن نحكي عن الرجال والسيدات نحن ما نتوجه لأماكن صنع القرار أو أماكن المسؤولية نحصر بجندر معين بأنه هي فقط للذكور أو فقط للإناث نحن نبحث عن تكافؤ الفرص في جميع أماكن صنع القرار بدون ما يتم استخدام أو خلينا نقول باعتبار أو أخذ اعتبار أخذ بالاعتبار جنس الشخص لا نحن أكيد نطمح أن يكون في تكافؤ فرص بشكل عام وكامل خلاله وضح أكثر اللي بتقصدي بموضوع تكافؤ الفرص هل بتقصدي أنه يكون في معايير اليوم واضحة لتولي هذا المنصب بناء على معايير علمية خبرات معينة كيف ممكن نعزز هذا الشيء كمان بأماكن التعيين يعني أو بالمسابقات أو بالمناصب اللي فينا نقول هي مهمة أو في اتخاذ قرار بشكل مهم هو فعاليا في مجتمعنا هو ما له قانون فعلي لكن هو كعرف أكثر أنه نحن ما منتوجه للنساء في بعض أماكن صنع القرار أو في بعض المهن أو المؤسسات اللي هي بتحمل طابع صعب أو طابع شاق فنحن دائما منستهين بقدرات المرأة أو منعتبر أنه لأ نحن منحطها بأماكن خلينا نقول معينة محددة تكافؤ الفرص يعني أنه مثل ما ذكرت حضرتك يكون في معايير علمية ومعايير خبرات هي اللي بيتم التعيين على أساسها إضافة إلى كل المعايير الثاني اللي هي بالأصل ضمن القوانين اللي نحن نتبع لك طيب اليوم شو بيأثر مشاركة المرأة بالشأن العام؟ شو بيغير من الواقع؟ شو بيحسن بيطور؟ هو بيرسخ الثقة بالمجتمع أكتر بيطور الوعي لدى السيدات بيحسن شأن الأسرة بيحسن شأن المجتمع بيحسن الشأن العام بكل جوانبه لأنه اليوم المرأة عندما تكون قادرة أن تصنع قرار سياسي أو قرار في الشأن العام هي قادرة على صنع قرارات واعية أكثر حتى في أسرتها والمرأة لما تشوف مثيلاتها قادرة على أنه يكون على درجة من الوعي أنه يمثلوا مجتمع ويكونوا أنه محط ثقة لدى المجتمع هي بتكون قادرة على اتخاذ قرارات واثقة أكثر فنحن عم نحكي على مجتمع بالكامل عم بتطور بشكل أكبر لما نلاقي النساء موجودين وفيه تكافأ فرص وفيه إنصاف حقيقي بين الرجل والمرأة في المجتمع لأسف هيك في مثل شائع بيقول عدو المرأة هي المرأة نفسها فيمكن في هيك أصص بتصير فترسخ أكثر هاي المقولة خلينا قبل ما نختم مع حضرتك نسألك إذا فين أطحاب بتضوّع عليها نصائح ممكنة توجهية رسائل ممكنة أدمية بما يخص تقوية القدرات التمثيلة للمرأة بالشأن العام متفضل أكيد نحن بس بدي نوه بشكل سريع للمرأة عدو المرأة هو فعليا في بعض النساء هم ما بيوثقوا بدور المرأة بالشأن العام واللي بدي واجهه أنه نحن نتمنى أنه هاي الظاهرة تختفي ونتمنى أنه تتكاثف الجهود تتكاثف الجهود ويصير في خطط واضحة لتمكين المرأة ولزيادة فاعليتها وتمثيلها في أشأن العام وأماكن صنع القرار بقدرات التمثيلية نتمنى يكون في برامج تدريبية أكثر متوجهة للنساء ومتاحة للجميع بالأرياف والمدن وعلى كل الأصعيدة بحيث أنه تمكن المرأة أكثر فدامت شكرك كتير الدكتوريا سوزان يمني الناشطة في الشأن النسوي شكراً كتير لك شكراً كتير لك يعني مثل ما ذكرنا المرأة قدرت تقوم بمهن وأماكن كتير صعبة خلال الحرب على سوريا أيضاً مثل ما كانت قادرة وأثبتت حالة وتمكنها هي قادرة أيضاً تكون بأماكن صنع القرار وتثبت فعالية تشكراً كتير لوجودك معنا تشكراً كتير لك